في الميدان اليمني واصلت قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في جبهة باقب محافظة صعدة وذلك لاستكمال تحريرها من الميليشيات الانقلابية الحوثية المدومة من ايران في ظل التقدمات العسكرية التي يحققها الجيش اليمني في المحافظات اليمنية استطاعت الوحدات العسكرية من ضبط غرفة اتصالات وعمليات للميليشيات الانقلابية تحت الارض في محافظة صعدة اتخذها عناصر الحوث مقرا لتنفيذ عملياتها العسكرية والتواصل مع عناصرها في الجبهات والاجتماع مع قياداتها مصدر عسكري اكد انه عثر في الغرفة على اجهزة اتصالات وموصلات لاسلكية وارقام شارات وشفرات كانت الميليشيات تستخدمها بين عناصرها اما على صعيد احتدام المعارك في محافظة الحديدة غرب اليمن فلتزال ميليشي الحوث تتلقى ضربات قوية من الجيش اليمني بعد ان تمكن من السيطرة على طريق الحديدة صنعاء واحرز تقدما ميدانيا بعد وصوله الى الاطراف الشمالية لمنطقة كيلو ستة عشر وسط المحافظة بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوث ادت الى سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات على مواقع للحوثيين في القديدة ما ادى الى مقتل قيادي بارز في ميليشياتهم وجميع معاوني مسؤول عسكري في الجيش اليمني اكد بان الميليشيا باتت قريبة من الانهيار مشيدا بما يحققه الجيش من انجازات من اجل استكمال تقرير محافظة القديدة الاستراتيجية ورفع المعاناة عن ابنائها ودحر المشروع الحوثي الايراني